اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي اجراها سموه مع حضرة صاحب السمو الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة خلال الزيارة الاخوية التي قام بها سموه الى دولة الكويت الشقيقة مؤخرا وفي هذا الصدد فقد اشهد مجلس الوزراء بمستوى العلاقات الاخوية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ونوه المجلس باهمية هذه الزيارة على صعيد دعم العلاقات والتعاون الثنائي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون بعدها اشهد مجلس الوزراء في الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس الحرس الوطني بالدور الذي يطلع به الحرس وبما وصلت اليه من مستوى رفيع وعال تدريبيا وجهزيا وكفاءة والسعداد لتلبية الواجب المنوطبة بكل اقتدار بفضل ما يحظى به من دعم متواصل من القيادة الحكيمة والجهود الطيبة التي يبدلها القائمين عليه رئيسا ومنتسبين بعد ذلك تابع مجلس الوزراء اوجه الدعم الحكومي المقدم للأسر والمواطنين تأكيدا للتوجيهات الملكية السابقة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة والذي بلغ في العام 2017 ما مجموعه 382 مليون ونصف المليون دينار اي ما يعادل 1.1 بليون دولار الموجه لذوية الدخل المنخفض والمتوسط لتحسين وضعهم المعيشي عبر مرامج دعم متعددة منها الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء الدعم المالي ومخصص الععاقة وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وعلاوة بدل السكن وعلاوة التعويض النقلي مقابل رفع الدعم عن اللحوم وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السموء الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة تركيز برامج الدعم المقدمة إلى ذوية الدخل المنخفض والمتوسط والاستمرار في ضمان استفادتهم من كافة أوجه الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة لهم ووجه سموه كافة الوزارات المعنية بمتابعة ذلك بعدها وقف صاحب السموء الملكي رئيس الوزراء على ما تم بشأن توجيهات سموه الخاصة بتلبية احتياجات أهالي السنابس من خدمات بشكل عام والإسكانية خصوصا ومنها استيعاب الطلبات الإسكانية القديمة ضمن المدينة الشمالية ووجه سموه إلى الإسراع في ذلك بعد الشرح الذي قدمه في هذا الخصوص وزير الإسكان ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانية ثم وجه صاحب السموء الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى تلبية احتياجات أهالي الملكية والتحقيق من ملاحظاتهم فيما يختص بكفاية شبكة الصرف الصحي وبخاصة في المناطق الجديدة من القرية من جانب آخر فقد وجه سموه رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى استكمال أي نقص في الأدوية التي تقدم للمواطنين في المراكز الصحية وتلافي أي قصور في هذا الخصوص فيما وجه سموه كذلك إلى زيادة الأجهزة التشخيصية في المستشفيات الحكومية لتفادي قوائم الانتظار عليها ثم نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول عماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية بولي تيكنيك البحرين بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد العالى النايب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويهدف مشروع القانون إلى منح كلية البحرين التقنية مسؤولية تسيير وإدارة العمل في الكلية من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بما يضمن استدامة الخدمات التي تقدمها وسيسهم مشروع القانون في تمكين الكلية من استقطاب الكفاءات الأكاديمية ورفع جودة التعليم فيها وترحيل الفائض من ميزانيتها لتتمكن من الاكتفاء الذاتي ماليا وقد قرر المجلس في ضوء ما تقدمه ما تقدم إحالة مشروع القانون المذكور إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة ثانيا تنفيذا لتوجهة صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء رفعت سعادة وزيرة الصحة تقريرا بما جرى اتخاذه من إجراءات وقائية واحترازية وبما يتم تطبيقه من معايير للحد من مسببات العدوى بالمستشفيات ومكافحة العدوى المصاحبة للمنشآت الصحية في القطاع الصحي العام والخاص والتي يسمت في خفض معدلات الإصابة بالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة إلى معدلات مقاربة إلى المعدلات العالمية الموصابها وأيضا مقاربة للمعدلات المماثرة في الدول المتقدمة وقد وجه صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء الشكرى إلى الأجهزة المختصة بوزارة الصحة وفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لما يتخذ من إجراءات لضمان مكافحة العدوى وسلامة المرضى في المؤسسات الصحية ثالثا بحث مجلس الوزراء تعديل قانون المرور بحيث يسمح بالتوسع في حالات التصالح وذلك بالإضافة حالات جديدة للحالات التي يجوز فيها التصالح التي نص عليها القانون الحالي لتشمل أيضا تجاوز الإشارة الضوئية والاستخدام الخاطئ لللوحات أرقام تسجيل المركبات أو عدم وضعها وتجاوز حدود السرعة المقررة حيث يجي ذلك من أجل تخفيف الضغط على المحاكم والنيابة في نظر القضايا المرورية التي لا يستدعي الأمر اتخاذ إجراءات للسير في دعاوى جنائية خاصة ليتم تسويتها في الإدارة العامة للمرور بدلا من الإجراءات على المتبع حاليا وذلك في ظل التحسن في السلوك العام في مستوى السلامة المرورية وانخفاض معدلات الحوادث المرورية والخطرة والوفاء وقد قرر المجلس إحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور الذي تضمنه المذكرة المرفوعة من معالي وزير الداخلية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية رابعا تسهيلا لأصحاب المعاملات من الشركات والأفراد فقد وفق مجلس الوزراء في ضوء مذكرة معالي وزير الداخلية على مشروع قرار يسهل الحصول على شهادة المنشأ ووفق المجلس على إضافة جدول بشأن الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي إلى جدول رسوم الخدمات الجمركية المرافق للقرار رقم 80 لسنة 2017 خامسا وفق مجلس الوزراء على استملاك عقارات للمنفعة العامة للاستكمال مشروع الحور الإسكاني في مجمع 318 وكلف سعادة وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك سادسا وفق مجلس الوزراء وحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانونين الأول من ضبام مملكة البحرين إلى اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول 2010 والثاني بالموافقة على انضمام البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشان التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والتين وقعت عليهم مملكة البحرين في 29 يونيو 2017 في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سابعاً وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل قانون إيجار العقارات المعد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ويجب التعديل تحديد الغرض الذي تستخدم فيه العين المؤجرة العقارة المؤجر وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ثامناً أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب أربعة مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب والشورى على أن يشفع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة بخصوصية اثنان منهم بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والسبدال البند باء من المادة 36 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل والثالث بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة والرابع بخصوص تعديل المادة 24 من المرسوم بقانون 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة